رئيس بيتخذ واضح جداً كل قراراته بعد دراسة كافية وفية هادئة وبياخد القرار دون أن يستفز على الإطلاق على الإطلاق طيب يوسف إحنا الحكايات اللي حوالينا دي ما تهمناش أقولك لأ هي لازم تهمك يعني ما هنت شايف قادي اللي حاصل في روسيا وأوكرانيا الحرب اللي دايرة هي مش أسرت عليها والأزمة الاقتصادية دي اللي عندي وعندي غيري اللي في الدنيا هو السبب الرئيسي فيها إيه الأول جائحة اسمها كورونا هب العالم يبدأ يتعافى نخش في مرحلة اسمها بوست كورونا ما بعد الكورونا فتسبب أزمات اقتصادية هب نروح دخلين يا روب لسه العالم هيفتح عينيه يطل برقابته ويتنفس والناس تخرج الشوارع بعد ما كان محدش بينزل من بيتهم والشركات في العالم بتأفل والموظفين بيشتغلوا زي يقول لك work from home بيشتغلوا من بيوتهم الى أخره هب بتحصل الحرب الروسية الأوكرانية يرجع الاقتصاد العالمي تاني وزورط ويروح ضرب فالأرض الله واده مش بيأثر علي بيأثر علي وبيأثر على غيري ومين قال لك ان غيري ما بيشتكيش لدول العالم كلها بتشتكي من اللازمة الاقتصادية مش أنا بس اللي بشتكي بس أنا بشتغل وحاول أعمل اللي عليه فانت تبقى في ظل أزمات اقتصادية ولا تستفز وتشتغل بهدوء وتبقى في ظل احتدام شديد وبقر صراع قاعدة عمالة بتتفجر حواليك من كل النواحي شمال وجنوب وشرق وغرب وحاجة الحقيقة شديدة الصعوبة ولا تستفز وتشتغل بهدوء وتمشي بخطة ثابت عارف كده ثابت الخطة وبتتحرك عشان انت عارف الهدف بتاعك فين ورايح له في نفس الوقت الحقيقة الواحد فعلا يبقى سعيد بان القوى الوطنية المختلفة على اختلاف الوانها وانواعها ومشاربها واتجاهاتها وايدولوجياتها تتفق مع من تتفق وتختلف مع من تختلف الكل واقف على نفس الارضية الاخوان مش عايزين كده ليه لانه مين الفئة الوحيدة المنبوزة المطروضة غير المقبولة في هذا الحوار الاخوان ليه لانه تنظيم ارهابي واللي بيمشي وراه واللي بيتبنى خطابه واللي بيساعدهم واللي مش اخوان بس متعاطف معاهم واللي مش اخوان بس بيحترمهم واللي مش اخوان بس بيحبهم واللي مش اخوان بس عاوز يعصر بدل اللمونة عشرة ما تنفعناش يا عم أنت مع الإرهاب ما تنفعناش أنت ضد الدستور ما تنفعناش فالناس اللي موجودة في الحوار الوطني مجموعات سواء كانت شخصيات أفراد سواء كانوا أحزاب تكتلات مجموعات ما يهمنيش مين يمين ومين شمال ومين معه ومين مختلف ومين متفق ومؤيد ومين معارض أنا يهمني إنها سياسة سياسة بجد علشان نقدر نوسع مساحات التفاهم قدر الاستطاع بنوسع مساحات التفاهم ليه علشان البلد تكبر رغم أن في الكل مهما كان الكل دول مين وفين ومهما كانت أحجامهم ومهما كانت قدراتهم في محاولة السيطرة على العالم أو إقرار قراتهم على بعض العواصب أو على قادة وزعماء وهروا أساء دول ومش عارف إيه انت ما بقاش بيهمك قل لي مرة خوفنا فيها قل لي مرة اتهددنا ورضخنا ولا الهوى هتيجي تقول لي هوا في حد بيهددنا أقولك آه يا راجل ده احنا بدل المرة اثنين وثلاثة واربعة ولا فرقة معانا ولا فرقة معانا ولا إيه؟ طيب بس كده لأ ده نعمل بابني أنا مش كنت لسه بقولك مبارح ولا أول يا جماعة ده احنا بنعمل نهر اللي هيروي الدلتة الجديدة ده نهر العالم بيقول عليه كده إنه ده إعجاز هندسي جديد بيعملوه المصريين بيتحدوا بيه أي نهر صناعي اتعامل على الكرة الأرضية ليست الأنهار الموجودة في الإقليم ولا في القرى بل في العالم مفيش حد مفيش حد للمرة التالتة مفيش حد بيعمل اللي احنا بنعمله علشان الدلتة الجديدة هو مين غيرنا عمل دلتة جديدة بالمناسبة برضو يعني ده سؤال مهم مين غيرنا يعني مين غيرنا دخل بقلبه وبعقله وبادرعات رجالته وبفلوسه يعمل 2 و 2 من 10 مليون فدان وبالمناسبة مش بس دي الرقعة الزراعية الوحيدة لما وجودة في مصر مصر اشتغلت خلال الفترة اللي فاتت على أكتر من 4 مليون فدان صح ولا لا دي الأرقام اللي بتقول ده المؤسسات الدولية اللي بتقول ومش بنقولك الكلام ده النهضة ده احنا بنعرضه عليك كتير جدا وبنروح وبنصور وبنزور وبنفرج وبنشوف احنا مش طلعنا مع حضراتكم أجزاء مني تم استصلاحها في الدلتة الجديدة وشفنا مع بعض مواسم قمح وشفنا مواسم بطاطس وبنجر سكر طلعنا وشفنا اللي حاصل في توشكا وشفنا اللي حاصل في باني سويف وشفنا اللي حاصل في الصعيد وشفنا اللي حاصل في سينة لان انا كده بكلمك على الزراعة بس فانت قاعد عمال بتوجه كل تحدياتك تحدياتك الغذائية وتحدياتك المائية وتحدياتك اللي هي قدر من ربنا بقى سبحانه وتعالى عليك وعلى كل الكرة الارضية اسمها التغيرات المناخية فبتبدأ تشتغل على انك تستثمر اكتر في مسألة الطاقة الجديدة والمتجددة علشان تشغل المصانع لانت اشتغلت على الطاقة التقليدية زي الغاز الطبيعي وعملت منتدى شرق المتوسط وشغال والحمد لله والشكلة ربنا يزيد ويبارك كل ده انت شغل فيه طب وهو ازمة الاسكان فين اظن يعني كل جيلي يعلم جيدا ان احنا من يومة ولدنا كنا نسمع كلمة ازمة الاسكان النهاردة فين ازمة الاسكان الرئيس قال جملة من كام سنة قال اعذروني يعني قال كده بالظبط انا هخليكوا تتكعبلوا في الشقق قالها صح حصل انت منين ما بتروح بتلاقي المشروعات بتاعة الاسكان اجتماعي ومحدود دخل ومتوسط وفوق المتوسط كله موجود هديكي تقولي بس اصل المطورين هقولك لا استنى بس ده مش شغل المطورين ده شغل الدولة ده شغل الدولة هو اللي على طريق الوحاة ده شغل الدولة واللي موجود في العالمين الجديدة الاسكان الاجتماع ده شغل الدولة واللي زيه بالظبط في العاصمة الادارية ده شغل الدولة واللي زيه موجود في المنصورة الجديدة ده شغل الدولة واللي في قصيود ده شغل الدولة اللي 34 مدينة فيهم القطاع الخاص والقطاع الاستثماري شغال والدولة هي اللي بتبني المساكن بتاعة اهلنا اللي على قد الحال وهو العشوائيات اللي خلصت دي كان يعني حتى كلمة العشوائيات اللي انتهت كلمة عشوائيات خطرة من جمهورية مصر العربية انتهت انتهت طب والنصر رحت فين يا عم يوسف راحوا قاعدوا في بيوت متشطبة ومفروشة واببلاش شيل العشوائيات وتعالى قاعدك في بيت محترم وشيك وجميل وصحي وعليه الايمة ومع مدرسه ومع نواديه ومع مستشفياته وعياداته ومستوصفاته ومع الجامع بتاعه ومع الكنيسة بتاعته ومع المركز الثقافي بتاعه بيت ثقافة او اسر ثقافة او مركز ومركز الشباب والنادي والانشطة وما الى ذلك هل الكلام ده مجرد كتب ورق يعني حبرة على ورق ولا واقع موجود لا واقع موجود وملموس وانت بتعدي عليها كل يوم هو الكلام ده كلام يوسف طب يوسف وحش انزل انت انزل اتفرج يا راجل طنعاردة كنت راح مصر الجديد انا من بتوع 6 اكتوبر فاخدت طريق كده لطيف مش انا عليه انا وعم سعد ببوص على يميني كنا على الدقر يا بوص على يميني لقيت كبري مهول مهول داخل على المؤطم حيتي الدين كبري حتى افكر يا راجل انا عايش اه الزمن بتاع المؤطم هو ليه مدخل واحد رايح جاي وكنا بنخاف نطلع آآ عليه زمان لا وكنا الحسن نقع اه الله كان زي لو اي حد من الناس اللي قدي والله اكبر مني عارفين الطريق اللي هو كان بيه خش من عند المؤطم ده ويبقى الطريق اتجاهين رايح جاي والعربيات في وش بعضها وبتاع واحدة واحدة بقى فيه مدخل تاني مش هقول طبعا المدخل تاني ده اسمه ايه عشان هو متعلم كده باسم شركة يعني كبير نهاردة المدخل بقى المؤطم بقى ليه بدل المدخل 2.3.4.5 وكبر ياخدك من قلب البلد يطلعك لحد المؤطم ومش عارف ايه في يقولك واصل شبكة طرق الكباري لازمتها يا رجل ده من غير شبكة الطرق الكباري دي كانت القاهرة بس مش هقولك بقيت المحافظات بقيت جراج كبير ما بنتحركش اذا كان بكل الشبكة دي بقولي يا كماعة الدنيا زحمة ومال كان لو ما كانش كل ده اتعامل كان حصل ايه والاوتوبيس التردو دي اللي بيجهز وقرب يخلص والمونوريل والاطر الكهرباء طيب تعالي عم يوزف قولي الانتاج قولك طب والمشروعات الصناعية والمجمعات الصناعية الكبرى اللي اتعاملت اكتر من 30 مجمع صناعية عمل جداد الانتاج قلتلك على اكتر من 4 مليون فدان زراعة التعليم تحب جيبلك حصر بعدد المدارس اللي اتعاملت من 2014 لحد النهاردة طب والصحة كم المبادرات اللي اتعامل التأمين الصحي اللي شامل المستشفيات والصروح الطبية اللي موجودة وزي ما انت شفت اده احنا روحنا صرح من ضمن الصروح اللي موجود في الاسماعيلية مجمع اسماعيلية الطبية صحة ولا لأ صحة شغالين تعليم شغالين تعليم شغالين زراعة شغالين صناعة شغالين شبكات طرق وكباري ومنظومة نقل شغالين جامعات شغالين شغالين اكتر على تصنيف الجامعات كمان ده انت ما كانش بتصنف عندك غير جامعة القيارة يا رجلي طيب تخيل 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 من ساعة ما تبنت جامعة القيارة لحد من سنتين فاتوا ما كانش بتصنف عندنا غير جامعة لو من 30 سنين فاتوا وكانت هي برضو جامعة القيارة بس تقوم تشتغل على هيكلة الجامعات وانك ترفع من المستويات بتاعتها في التعليم وفي المناهج وتطور وتشتغل وتكبر فتتصنف عندك بدل الجامعة خمسة وستة وعشرة وهيبقى كل الجامعات في وقت من الوقت واخدت تصنيف الدولي بتاعها مراكز بحثية شغال هي الجامعة ايه غير انها بداية البحث العلمي بالمناسبة ان تطالب علم اول ما تخش الجامعة اول ما تتخرج من الجامعة وخدت قرار تشتغل على الماجستير والدكتورات توعك اصبحت سيادتك اسمك باحث فاول خطوات البحث العلمي هو المنظومة الجامعية بإيه بتعمل الجامعات بتاعتك وخلي الجامعات بتاعتك تعمل تعاونات مع الجامعات الدولية اللي في امريكا واللي في اوروبا واللي في اليابان واللي في الصين قول لي ايه اللي تساب في البلد دي لا تساب اي قطاع ولا السياسة تسابت فعيجي فخامة الرئيس لو تفتكر في ابريل 22 الرئيس عمل ايه الرئيس اه قالك احنا هنعمل حاجة اسمها الحوار الوطني هبقى شكله كذا 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 لو سمحتوا اشتغلوا عليه وهنعمل لجنة العفو هتبقى بتشتغل على الترشحات بتاعت الاسماء الله فتلاقي انه بقى عندك الاول مش يمع بعض بالتوازي الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي فتيجي القرار بتاعت النهاردة طيب تيجي بقى تشوف اللي حصل من اكتر من ست شهور في هدوء يتعامل لجنة الدمج وبعدين تظهر للنور وتعلن عن نفسها عاعدوا يشتغلوا ست شهور الاول ليه يشتغل ست شهور الاول لك مانا علشان اعمل الدمج ده بقى لازم ابني القليات بتاعتي واعمل حصر للناس وابدأ ادرس الحالات وبعدين لما اجي اعلن عن نفسي مفيش حد في مصر النهاردة بقى بيشتغل بطريقة وقصة شريط الافتتاح يا الحاجة تبقى شغلة وايمة يا محدش يتكلم فلجنة الدمج لما اعلنت عن نفسها وبتقول احنا ما اينا موجودين عنده حصيلة موجودة من المواطنين اللي كانوا عندهم المشاكل وخرجوا من العفو او خرجوا نتيجة انتهاء المدة عشان يتم دمجهم دخل المجتمع فاصبح في عندها رصيد تقدر تتكلم بيه يعني عافو حوار وطني ودمج ادي سياسة قولي ايه اللي مش مطروق وفي نفس الوقت قولي ايه اللي ما بنواجهش فيه تحديات يا اخي قولي ايه السهل ارجوك يعني ارشدني للسهل وانا ماشي وارك بص هل الدنيا لونها وردي لا بس ما هيش كحلي بس ما هيش كحلي لا هي وردي ولا هي كحلي هي كانت كحلي سواد وقاعدين بقى عمالين ناخد عمالين نفتح في اللون نفتح في اللون وهنحاول نبهج اللون ليه؟ عاوزين نبني البلد كلنا بالمناسبة احنا دي مش وحد ولا اتنين ولا عشرة ولا الف المية وخمسة مليون وطن عاوزين يبنوا البلد فيها هناخد القرار ونبني البلد وقدنا في قدم بعض هنقعد متفرغين للفيسبوك وتك توك وتويتر تختار ايه؟ خليها ينبني